هناك بعض الناس يضيقون على مخلصة الكلام هو الشغل عنده صعب الظاهر في ناس متدبقاه ومغتتين عليه فهو بيسأل أصبر وده لقمة عيشي ولا خب بعضي واتكل لا ده ياخد حسنات يعني يثبت في مكانه ويصبر ولعل الله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء الناس ولنبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربيهم ورحمة أولئك هم المهتدون فهذا الإنسان المفتلى بالسخرية من أقرانه وزملائه وأصدقائه إذا صبر على أزاهم وتحمل ولم يبادل السيئة بالسيئة بل السيئة بالحسنة كما قال الله في صورة فصلة ادفع بالله أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فيصبر ويتحمل ولا يترك مكانه ويدعو الله لهؤلاء المستهزئين بأن الله يهديهم طب ولو مثلا عنده مدير غيتت بيعرقلونه الشغل بيعطلوه يعطلوه ترقيته حاجات زي كده يعمل إيه شوف أولا الأغذي بالأسباب المشروعة يعني فيه الحمد لله بلدنا فيه قضاء شامخ يرفع دعاوة قضائية بس لا يشهر برؤساء وفي حاجات مش منسوكة يعني أنا أضرب لك مثلا أنا زمان اشتغلت في شرك كان عندي مدير اسمه حازم مش هقول اسمه حازم إيه هو عارف نفسه وهو أكيد بيسمعه بيوصد وأرجو من أصدقائنا يقولولك ده كان غتت وشرير ويعني أنا كل لما أشوفه الحد يعني وقت ما لما كنت بشوف شكله كنت بروح رضدله كنت سبت الشغل بقى بس أنا شخصيا ما سبتش الشغل بسبب حزم الغتت نعم كان غتيت ويعطالي ترقيات أي حاجة وفي حاجات ما تتمسكش الصبر هنا يا سيدي والإنسان يدفع بالتي أحسن ولو فتحنا الأبواب لما نتحمله ما واسعنا الوقت وأنا على فكرة مبتنى بمثل هذه الأشياء اللي هو هضم الحقوق هضم الحقوق ولكن مع ذلك الإنسان بيأدي رسالة يعني أنا لا أنتظر المكافأة المادية أن أنا أتولى منصب أو أنني أذر على الأقران أو أتخطاهم لا الحمد لله رب العالمين وعلى فكرة إذا أغلق الناس بابا فتح الله أبوابا ده ربنا أصله كريم بالزبط رحمن رحيم طيب